المعركة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تنتهي لصالح قوات حكومة الشرعية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط عناصر الانتقال وحسب الصحيفة شرعوا في استقدام تعزيزات ضخمة من القوات الموالية في عدن والضالع ويافع لتكرار محاولة السيطرة على عتق واقتحام المعسكرات والمواقع الحكومية على غرار ما حدث مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن مصادر إعلامية يمنية قالت إن المدينة شهدت مواجهات عنيفة احتدمت في منطقة الجلفوز ومدخل عتق استخدمت فيها أسلحة مختلفة وسمع عدوي نيرانها في مناطق محيطة كذلك قوات الجيش اليمني استهدفت مواقع لمسلحين تابعين للمجلس الانتقالي من النخبة الشبوانية والحزام الأمني غربي مدينة عتق وألحقت بها خسائر كبيرة المعارك نجحت فيها قوات الجيش في اختحام معسكر مر الاستراتيجي كبرى معسكرات النخبة الشبوانية غرب عتق لتخزين السلاح والعتاد وزير الداخلية اليمني طالب قبل ذلك عناصر النخبة الشبوانية بالعودة إلى جادة السواب وعدم الامتثال لتوجيهات عناصر خارجة على القانون لخدمة ميليشيات الحوث الانقلابية جاسم محسن العربية